لا تريد إيران مزيدا من الخسارات بعد انكسار الحزب اللبناني أما واشنطن وحلفائها فلا يفكرون بمزيد من الأرباح من العراق وأمام ذلك تبرز معادلة جديدة قائمة على أساس خلق قواعد اشتباك جديدة في المنطقة تتجهز إيران وأذرعها في المنطقة وعلى رأسهم الفصائل العراقية إلى رد فعل بعد القصف الباليستي الذي طال حلفة واشنطن وقد دفع ذلك الفصائل المسلحة والوية تابعة للحاجدة إلى خطط تمويها شملت نقل مقار أو الانسحاب من النقاط تمركز ثانوية وذلك تحسبا لما هو قادم أما الحكومة فقد اتخذت هي الأخرى إجراءات عدة من بينها رفع جهوزية الشرطة وتكثيف المفارز وتعزيز الحماية على الموانئ وأيضا نشر عناصر من القناصين على المناطق الحيوية كما جاء في بقيات أمنية موجهة إلى القوات الأمنية وعلى المستوى السياسي تحركت أيضا الحكومة عقب سلسلة اجتماعات عقدت مع أطراف الإطار التنسيقي وأيضا قادة الفصائل المسلحة وبحسب التسريبات كانت جميع الملفات تتحدث عن سبل التهدئ رسائل أمريكية وصلت إلى بغداد كانت أولها بأن واشنطن لن تقف في وجه حليفتها لو أرادت ضرب أهداف داخل الأراضي العراقية وتتضمن الرسائل الأمريكية قواعد اجتباك جديدة سيجري التأكيد منها لاحقا بعد ثبوت نجاح الحكومة العراقية في لجم الفصائل فهل ستنقى الحكومة بالعراق عن الحرب الشاملة؟